أطلقت الهيئة العملة للرعاية الصحية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية اليوم بمحافظة الأقصر المؤتمر السنوي الأول للشراكة الإفريقية وسبل تنمية السياحة العلاجية يستهدف المؤتمر نقل التجارب الصحية الناجحة للأشقاء الأفارقة بالإضافة إلى تنشيط فرص السياحة العلاجية مع دول القارة الصمراء بحضور 25 سفيرا من الدول الإفريقية أكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي قوة الروابط المصرية الأفريقية مشيرا إلى وجود تعاون كبير مع الأشقاء الأفارقة وأن مصر تقدم كامل الدعم للدول الأفريقية في إطار التوجهات الرئاسية في هذا الصدد نحن نحاول نقوي أواصل التعاون الدولي مع مدن الأفريقية في جميع المجالات يمكن النهاردة المجال الصحي هو عنوان المؤتمر النهاردة بنعرفهم ما التقدم اللي حصل في محافظة الأفريقية خاصة في المجال الصحي والطبي في الحقيقة طبعاً النهاردة هذا المؤتمر بيأتي ترجمة واقعية لتوجهات فقامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي دعم الأشقاء الأفارقة من مختلف الدول الأفريقية في مجالات الرعاية الصحية ويمكن النهاردة وفقاً للبروتوكول الموقع ما بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وهي زراع للدولة المصرية في تقديم الدعم للدول الأفريقية النهاردة بنشوف هذه الفاعلية كأحد أهم الفاعليات اللي منشأ أنها نهاية تدعم العلاقة ما بين الدول الأفريقية ومصر فيما يتعلق بنقل التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل في التغطية الصحية الشاملة بنسعى لدعم الدول الأفريقية في كافة المجالات من ضمنها المجال الطبي التعاون مع الهيئة الرعاية الصحية هيدعم جهد الوكالة وجهد المصر في الإطار الأفريقي في هذا الإطار